بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب اليهين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإن نحن قص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباهم والشمس والقمر رأيتهم لي سادئين قال يا بني لا تقصص أياك على إخوتك فيكيدوا لك قيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويثم نعمته عليك وعلى آل عقوبة ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخو أحبت إلى أبينا منا ونحن عشرة إن أبانا لك ضلال مبين اقتلوا يوسف أو افرحوا أرضا يحل لكم وجم أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب يلتققوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصفون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحذرني أن تذهبوا به وأخاف أني يأكله الزيب وأنتم عنه غافظون قالوا لئن أكله الزيب ونحن مصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وألمعوا أن يجعلوا في غيابة الزب وأوحينا إليه لتنذئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبثون قالوا يا أبانا إنا ذهب لا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزيب وما أنت بمؤمن إلا ما ولو كنا صادقين وجاءوا على قبيصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا دميلهم والله المستعان على ما يقصفون وجاء السيارة فأرسلوا واربهم فأبلاد الوهد قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروا لهم بضاعة والله عليهم بما يعملون وشروا بثمن بخص درال معدودة وكانوا فيه من الزالدين وقال الذي اشتريه من مصر لمرأته أكرمي متواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولذا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولمعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعدمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نبذ المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لقال معاس الضال إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أغرحي برهان ربه كذلك لنصرف عنه سوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قبيصه من ذبر وألف يا سيدة آل ذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء أهل الله أن يسجن أو عذاب الأذين قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأي قميص قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيمين يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إن الموت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة اغرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قشغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سينا وقال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقضعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمكنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آلوه ليسدنن ولا يكون من الصارحين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسدننه حتى حين ودخل مع رسد بنكتيان قال أحدهما إني أراني أعصر قمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بكاويه إلا نريك من المحسين قال لا ياتيك ما طعام ترزقاني إلا نباك ما بتاوينه قبل أن ياتيك ما ذلك ما مما علمني ربي إني ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله وهو بالآخرة هم الكافرون واتبعت ملة آبائي إبراريم وإسحاق ويعقون به ما كان لنا أن نشرك بالله شيء ذلك من قبل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون يا صاحب اسم آهرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسكي ربه قمرا وأما الآخر فيسلب فتاكه خير من راسه قضي الأمر الذي فيه تستفيان وقال للذي ظن أنه نادي منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إني ألي سبع بقرات سمان يا قدهن سبع عذاب وسبع سنبلات خضر وأخر يا بسات وأخر يا بسات يا أيها الملك وافقوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعظون قالوا أغغاس أحلام وما نحن بتاوي للأحلام بعالمين وقال الذي لدى منهما واتذكر بعض فرمة أنا أنبئكم بتاوينه فأرسلون يوسف أيها الصديق أفنا في سبع بقرات سمان يا قدهن سبع عذاب وسبع سنبلات خضر وأخر يا بسات وأخر يا بسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم أعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصلوا فزروا في سنبله إلا قليلا مما تاتلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قدمت لهم إلا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام في مراسل الناس وفي عصرون وقال الملك أخوني به فلم كما داءه الوسول قال ارجع إلى ربك فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيت إن علي قال ما خطبتن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت الرأب العزيز الآن حصحص الحق أنا راوتن عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخل بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسهو إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أكوني به أستخلصه لنفسي فلما أكلمه قال إنك اليوم لدينا مكيم أمين قال جعلني على خزائر الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أدر المحسنين ولأدر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدقلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير الموزدين فإن لم تاتوني به فلا كعيد لكم عندي ولا تقربون قالوا سنروض عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيتي جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من مذكيل فأرصر معنا أخوانا نكتب وإنا له لحافظون قال هل آمنتم عليه إلا كما أمنتكم على أسيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمي أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعين ذلك كيل يسير قال دم أرسله معكم حتى تركوني موسقا من الله لتاكن من نيده إلا أن يحاطبكم فلما آتوا موسقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني ألا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنه من الله شيء إن الحكر إلا لله عليه فليتوسكل المتوسلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبواب ما كان يغني عنه من الله شيء إلا حادثا في نفس يعقوب قضاها وإنه لدو علم بما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخار قال إني أنا أخوك فلا تبتأسه ما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحم أخيهم مأذن مؤذن أيدوا كعير إنكم لسارثون قالوا وأقبضوا عليهم ماذا تفتدون قالوا نفط الصواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا فالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارثين قالوا فما جزاءه إن كنتم كاذبين قالوا جزاءه فهو رجد في رحمه فأوى جزاءه كذلك نجز الظالمين فبدأ بأوعية قبل وعاء يخيه ثم استخرجا من وعاء يخيه كذلك إذنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقصرق أخلهم من قبل فأسرها يوسف لنفسه ولم يبدي آلم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إلا نريك من المحسنين قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا إذا لظالبون فلما استيأسوا منه فلصوا نديا قال كبير ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موزقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يزلي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ترجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا مما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسألوا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميل عسى الضار أن ياتي لهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وديضت عيناه من الحسن فهو كظيم قالوا كالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يزابوا فتحسسوا من نوسف وأكيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ودينا ببضاعة مزداف فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يدزل تصدقين قال أنا علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم داهلون قالوا آه إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قدم من الله علينا إنهم من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسين قالوا تالله لقد آثرت الله علينا وإن كنا لقاطئين قال لا تذيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقبيص يا أذى فألقوا على ودي أبيات بصيرا واتوني بأهلهم أدمعين ولما فصلت بعير قال أبو مني لأدد لي حيوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير أنقار على وديه فارتدت بصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور رحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال لقلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وطروا لهم سددا وقال يا أبا هذا تاويه قالوا يا أبا قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السبن وداء بكم من المدون بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيب لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آفيتني من الملك وعلمتني من تاوين الأحاديث فأطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحبني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب يحيي إليك وما قوت لديهم إذ أدمعوا أمرهم وهم ينفرون وما أكثر من الناس ولو أرصد المؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يمن أجثرهم بالله إلا وهم مشرفون أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بركة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما ألمنا المشرقين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلين ولداه الآخرة خير للذين اتقوا أفلا يعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وما فننبي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجريم لقد كان في قصصين عبرة رغل الألباب ما كان حديثا يختري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون